نهار شفت المباراة ازاي؟ لا شفت فكر جديد لجوميز في قدرته المباراة شفت كرة سريعة بيشتغل بها نادي الزمالك أقل عدد لمسات أوصل بيها لو اتفرقت عليها في الهدفين عشان أقدر أحرز الهدف بطريقة سريعة جدا شفت حاجة لازم الناس تاخد بالها منها مهم الرجل عملها النهاردة ودي من الحاجات اللي أول مرة اتفرج عليه هو بيعملها أن الباكين دايما إذا كان فتوح أو عمر جابر الاتين بيخشوا في قلب الملعب من جوة بيشتغلوا من قلب الملعب طيب دي بتطلب إيه؟ عشان يبقى عنده أن يخلي الباك يشتغل ده والتمانيتين هم اللي يشتغلوا من على الطرف ويدي ارتاحية للهدفين بتطلب نوعية لعيبة حريفة في الكورة لأن خلي بالك في نوعية لعيبة كويسة جدا طول ما هي بتشتغل على الخط وبتشتغل واحد على واحد أما بتخش في وسط الزحمة هنا المهارة بتحكم يا كريم يبقى لازم تبقى لعيب مهاري وحريف يبقى عند الحلول عشان يقدر يوصلك بشكل كبير جدا لمرمى الخصو فالنهاردة بهني جميز وبهني لعيبة نادي الزمالك على أداء محترم أداء فيه فكرة عالي جدا الأهداف اللي اتنين متعوا جمهور نادي الزمالك تحس أن عودة مدرسة الفن والهندسة من جديد للكورة المصرية من خلال نادي الزمالك عظيم ترجمة نانسي قنقر